ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله أمن الوطني أن المشتبه فيه رفقة شخصين آخرين ارتكب سرقة تحت التهديد في حق ضحيتين بالقرب من مقبرة سيد بوحاجة بطنجة في ساعة متأخرة من الليل طالت مبلغا ماليا وهاتفا محمولا وذلك قبل أن يعمد واحد من المشتبه فيهم إلى الاعتداء بواسطة السلاح الأبيض على شخص من ساكنة الحي المجاور حاول منعه من الفرار وهو ما تسبب في وفاته أثناء نقله إلى المستشفى وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية قد أسفرت عن توقيف واحد من المشتبه فيهم بالقرب من مصرح الجريمة والذي ضبط في حالة تخدير وحائزا لسكين بينما تم تحديد الهوية الكاملة للمشتبه فيهم الآخرين ويجري حاليا تكتيف التدخلات الميدانية وعمليات التمشيط لتوقيفهما أرهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية